من مدينة العيون عاصمة الصحراء المغربية يعني اليوم صراحة واحتفالا بعيد المسيرة الخضراء يعني عدة تدشينات ولمشاريع تنموية هنا بمدينة العيون واليوم سيكون افتتاح المعرض الجيوي للمنتوجات الصناعية التقليدية بإقليم العيون لتنظم غرفة الصناعة والتقليدية لجهة العيون السقية الحمراء وبشاركة مع وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتداموني والجماعة الحضرية بالعيون وبتنصيق مع ولاية جهة العيون السقية الحمراء وجهة العيون السقية الحمراء ومجلس الإقليمي للعيون والمدينية الجيوية للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتداموني يعني هنا منتوجات 100% صحراوية منتوجات صناعية منتوجات الليهي مغربية 100% اللي تفتحي اليوم في التدشين اللي غادي يكون مندوب الوزارة للصناعة التقليدية والوالي للجهة العيون السقية الحمراء والدنون يعني كنتم معنا مباشرة في الاحتفالات والستاح المعرض هنا بمدينة العيون بمنتوجات محلية ووطنية مغربية مع موسيقى صحراوية من التوراة الصحراوية كيفما كنتشوفوا العزف أمامكم هنا بمدينة العيون اشتركوا في القناة موسيقى 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 إذن مشاهدنا كيفما كنتشوفوا استدادات موسيقى موسيقى افتتاح المعرض هنا بمدينة العيون موسيقى موسيقى الصناعة التقليدية موسيقى صراحة الحضور في مدينة العيون صراحة أبهرتني عدة أشياء جميلة هنا هذه المدينة المتطورة يعني قدروا نقولوا أن المدينة العيون يعني كنت تعرف تطور كبير جدا توازيا مع عدة مدن أخرى مغربية موسيقى يعني في انتظار مشاهدنا في انتظار شهون للصحافة و العراس وعلى عين وداما الوزير الكاتب يدخل يدخل لها كيس حقباط عطونا شوي باش يدخل كما كتشوف مشاهدنا الكرام يعني هذه المنتوجات في هذا المعرض يعني جولة بهذا المعرض للمنتوجات لكينا يعني مشاهدنا منتوجات محلية صحراوية ومنتوجات مغربية هنا في هذا المعرض التقليدي لمدينة العيون كما كتشوفوا اتحاد مبادرة الجنوب لانتاج الكسكس بانواع يعني منتوجات الكسكس تعوني تعونية منتوجات غيلان للعطور كما كتشوفوا كما كتشوفوا منتوجات الطين كما كتشوفوا منتوجات ما كتشوفوا منتوجات مباشر كما تشاهدون مشاهدينا جهة مراكش أسلي منتوجات محلية وصنع يداوي لعدة منتوجات هنا في هذا الافتتاح للمعارض الصناعة التقليدية هنا في مدينة العيون ماذا تتحدث؟ ماذا تتحدث؟ هل تتحدث؟ هل تتحدث؟ ما شاء الله هذا الصنع يداوي يداوي بالنسبة لهذا المجسم صنع تقليدي مشترك داخل فيها صناعة الهلد داخل فيها صناعة رجالية وهذه المناسبة ونهني الشعب المغربي بذكر المسيرة الخضراء المظفرة شكرا 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 منتوجة محلية مئة في المئة ما تشوفوا المناظر الجميلة من صنع يداوي تقليدي مصر يعني المشاهدين كيف ما تشوفوا الصنع اليدوي لجهة مراكش يعني أشكال جميلة وإبداع جميل يداوي مئة في المئة كيف ما تشوفوا يعني عدة منتوجات يعني تعاونية مرحبا لإنتاج كسكس المثالث والمخامس العادي بالأعشاب يعني منتوجات محلية تكلمي نظرة مباشرة نظرة مباشرة نظرة مباشرة نظرة مباشرة نظرة مباشرة نظرة مباشرة السلام عليكم السلام عليكم هذه مناسبة عيد المسيرة من الجنوب المملكة المغربية هنا عدلنا معارض وهو التعاونية تكامل مشاركة تعاونة النسائية وهذه تعاونة نساء المساقبر الحرف جميع المصنوعات جلدية وتنزيل عرائس وكواب فيز والخياطة وكل شيء الحمد لله ورعينا هنا عارضين كاملين كلا بمنتوجها كسكس تعاونة كسكس أمو اللي رعيها معنا تعاونة مرحبا ورعي تعاونة الثاني كاين الحمد لله وتعاونة نحنا ما شيف تقدم ما شيف كل شيء الحمد لله تابع ورعي أنا أصيل أعمل نحنا و نحنا مرحبا و سهلا كما ردون أفتتاح الجو وزين أولا تغير في الجو وزين تبارك الله العرض كاملين جو كلا قاوض بلاستو والمندوبيت الصناعة وصناعة تقليدية وكاملين مصالح وقفين معنا السلطة كاملين وقفين معنا وغرفة الصناعة التقليدية والوالي والباشا وكاتب العام وكاملين فتبارك الله وقفين معنا والبرلمانيين إن شاء الله ما هم بخلي نشي خاصنا حقيقة غير التعاونيتنا خاصنا غير شوية ديال الدعم تمنى إن شاء الله يجينا خاصنا غير الدعم شوية إن شاء الله مرحوة بسي صورة جميلة على هذه التعاونية والجمعية لينا تعاونية الطمأنينة كيف ما كتشوفوا منتوجات الصناعية ديالها وليا الشاق أملا وزولوط الطبيعية وزيط أرغن ومنتوجات العسل يعني هنا تعاونية بفضل الله إنتاج وتسويق المتوجات المجالية يعني بساة هذه التعاونيات اللي هنا هي في هذا المعرض اللي عنده افتتاح ديرو في هذا اليوم هنا في مدينة العيون تسمعنا المباشر تقول لك كلمة على الافتتاح وعلى المعرض هذا اليوم أنا جاني الصندر وجمعك كلمة الباشرة لا أتكلم هنا لأن الصندر ليس مشكلة ليس مشكلة أتكلمنا غير الافتتاح لا يمكنك لا يمكنك أبشر السلام عليكم وعندما نشاهد بالوقت أتكلم من المجال التارودات أنا جميل من المجال التارودات يفتتاح في المستوى ومن الحمد لله ما هو هذا؟ كم حمد لله إذا كان يفتتاح ومن المستوى المستوى يدخلون لذلك يجبون الرواقات ومن الحمد لله ما هو هذا؟ أنا جميل كيف يجب أن نحافظ على هذه التقاليل والأهالي التقليدية لأن هناك مراطق أو التفضل؟ كان على ذلك صناعة التقليدية بالنسبة للمعارض لمساعدة الكثير من تشاهدون أشخاص مهم تتكلم لأسوايا جديدة تتكلم لأسوايا جديدة تتكلم لأنهم أن يرى إلى معرفة الناس وان يسعدون تباهم في الإنسان كلما يكون المشاكل تتعرف مع الناس تتعرف على الناس جديدة هذا هو الأدف من المعارض وتكون أحد أسوايا وإن فتحيصنا فتقليدية أحد التعوانية التي لا أعرفتها هناك تعوينيات جميعية كانت عادية أسلحي خرازة وكيف تارودان مرحبا بكم في مدينة تارودان معرفة بالصنة الريدانية والصابوصة جميلة منتجة الجلدية وكيف مدينة تارودان مرحبا بكم عندنا ومرحبا الشد بروحة الجاسية في الستة 43 و 48 و 21 مرحبا بكم عندنا في مدينة تارودان وشكرا الجميع وشكرا لقنا جاركو شكرا 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 للمشاهدين كتسبوا في هذا الافتتاح سوف نمشي ونأخذ الصورة على السيد الوالي شكرا 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 اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة